اشتركوا في القناة وما هي اقتطاعة حول السحب وسأوريكم بعض المعلومات حول البايبال فالمهم عزيزا كرام بعد تفعيلك للبطاقة ان تكون قد ربطت البطاقة بعد في او مع البايبال ستنتقل الى هذا الشرح سيوريك طريقة ربط البطاقة البنكية مع البايبال وتفعيله يمكنك ان تقوم بربط البطاقة البنكية بالنسبة لبطاقة ماستر كارد فهي للشراء من الانترنت اما بطاقة الفيزا فلشراء ايضا ولسحب المال فالفيزا هدية ميزتها سنتقل الى البايبال سنقوم بتسجيل دخولنا بطريقة سهلة نكتب الايميل ونكتب الباسورد ونضغط على لوجين في هذا الخيار كما تشاهدون على ذاكرة معي هنا في البايبال قمنا بالولوج لاحظوا هنا ستجد ان البطاقة لديك هي هذه البطاقة هنا ستجد بنك يعني لقد تم تفعيل البطاقة الخاصة بك كما تشاهد معي وستجد هنا نوع البطاقة ويمكنك اضافة بطاقة اخرى من هنا فكما قلت لكم مستركاد لا يمكنك السحب منها اعتضر على هذا الامر لكن يجب عليك ان تعرف هذه المعلومة لكي يتحذر منها ويمكنك ان تقوم بتغيير البطاقة الخاصة بك من ماستر كارد الى فيزا عن طريق بنك اخر لا غير المهم عزي الكرام بعد الولوج الى الحساب الخاص بنا عند السحب لا يمكنك ان تسحب مبلغ اقل من 10 دولار على ما اعتقد ستقوم بسحب حوالي 10 دولار مثلا سحبت انت 20 دولار سيقطط عليك البايبال 5 دولار يعني ضروري ان يقطط عليك البايبال 5 دولار ولو استحبت 100 دولار سيقطط عليك البايبال كعمول يعني كتحويل على نسبة تحويل 5 دولار فمن هنا عزي الكرام انصحكم ان اردت السحب من البايبال فحاول ان تسحب مبلغ كبير يفوق 50 دولار مثلا او يفوق مثلا 100 دولار ان كان هذا الامر فهو جيد اما ان كنت ستقوم بسحب مثلا 20 دولار فلا انصحك لان هذا المبلغ يكون قليل ولك حرية الاختيار فقد انا بلغتك هذا الامر فعندما ستقوم بسحب اي مبلغ ويقطط عليك البايبال 5 دولار المهم عزي الكرام عندما ستقوم بلولش الى هذه النافذة سواء كانت لديك اللغة الانجليزية كما تشاهدون معي الان او اللغة العربية ستقوم بالضغط هنا عنه We draw funds في الخيار او سحب الاموال We draw funds نقوم بالضغط على الخيار كما تشاهدون عزي الكرام ان كانت لديك بطاقة او اكتر ستشاهدون معي هنا كما تشاهدون يعني البطاقة الخاصة بهاي لدي بطاقة واحدة ظهرت لي هنا واحدة إن كانت لديك بطاقتين او اكتر ستقوم بالضغط على البطاقة تقوم بالسحب منها هزي الكلام هنا ستقوم بكتابة المبلغ الذي تود ان تقوم بسحبه ساقوم بسحب مثلا هذا المبلغ كما سأتشاهدون معي كما تشاهدون عزي الكلام سنقوم بالسحب هذا المبلغ كما تلاحظون هذا هو المبلغ wew كما تشاهدون ستقوم بكتابه المبلغ مباشرة تقوم بعمل فاصلة إن أردت عمل فاصلة وهكذا سيظهر معك عملة اليو أسدي كما تشاهدون هنا فيزا لدينا سنقوم باستحب عليها سنقوم هنا يعطيك بأنك ستنتظر حوالي من خمسة أيام إلى سبعة أيام هذا يعني غالبا ستنتظر حوالي سبعة أيام فهناك بعض الشركات التي يعني تكون المدة أطول لكن ليس كثيرا فغالبا تكون ما بين هذه المدة من خمس أيام إلى سبعة أيام فغالبا بنوك التي تدعم فيزا لاستحب من البيبال فلن تتأخر كثيرا فقط حوالي أربع أيام أو خمس أيام غالبا سأجرب معكم وسأجيبكم يعني إن كانت هناك أي مشاكل حول هذا الأمر في أي دولة اسألوني في التعليقات هذا الشيء أفضل هنا سنقوم بالضغط على continue من هنا لاحظوا معي الزيال الكرام الآن إن أردت أن تقوم بتغيير العملة يعني لاحظوا مراجعة يعني يعطيك ريفيو قبل أن تقوم بسحب الماء هنا amount تقوم بتغيير هذه العملة إن أردت أو تقوم بتغيير هذا المبلغ هنا free سيقطع لك هذا المبلغ خمسة دولار دارو دائما سيقطع لك خمسة دولار هنا card name ستختار الكارد يعني فيزا هنا في الدول العربية لا يمكننا السحب منه mastercard كما ذكرت لكم قبل قليل كما تشاهدون هنا سنقوم بالضغط على win draw هذا المبلغ كما تشاهدون لاحظوا معي هنا الآن تم الأمر وتم كل شيء بنجاح هنا كما تلاحظون يعني يعطيك بعض الأمور يعني معلومات حول هذا السحب ستقوم بغلقه هنا في هذا المكان لاحظوا والآن تبقت لدي كما تشاهدون 3 دولار كما تلاحظون سنقوم بالضغط على summary في هذا الخيار هنا لاحظوا معي هنا لقد تم سحب هذا المبلغ من هنا كما تشاهدون معي وهنا تبقى لدينا هذا المبلغ لاحظوا معي هنا عندما ستقوم بسحب أي مبلغ سيظهر لك هنا ناقص كذا كذا هنا لدينا card لاحظوا وهنا التحويل عندما ستقوم بالضغط على هذا التحويل مباشرة سيقوم يعني ستسهلك أنت سيصلك هذا المبلغ كما تشاهد معي في البطاقة الخاصة بك سيصلك هذا المبلغ المبلغ الأول عكس المدفوعات عندما يدفع لك أي شخص يصلك هذا المبلغ في حسابك لكن أنت دفعت هذا المبلغ سينقص منه هذا وسيصلك أنت هذا المبلغ شكرا لكم على الزاكرة معكم المتابعة استودعكم الله في أمان الله إلى اللقاء تم يكون الدرس قد دفعتكم شكرا لكم أحبابي في الله شكرا لكم